مرحبا بكم في أول ندوة صحفية تقوم بها الهيئة منذ نشأتها وتركيزها في أوائل 2009 شفنا في مجلس الهيئة أنه من الضروري القيام بالندوة الصحفية لإعلام الرأي العام حول وضعية حماية الموضوعات الشخصية في تونس والمشاكل التي تتعرض لها الهيئة والتحديات التي قائمة والتي لازمنا أن نقول حلول في الأسنين القادمة وعلى أقل في الأشهر القادمة أنا يظهر لي إذن بش نقوم بطريقة سريعة ببسط النقاط هذه الكل في البرزنتاتيون اللي بش تشوفوها على كل حال ما دوب خليتوا العنوان الإلكتروني متاعكم البرزنتاتيون بش تتبعث لكم بالبريد الإلكتروني بطريقة ذيك تنجموا تشوفوها أكثر ومن بعد ذلك نجموا نجاوبوا على الأسلة كان فيما أسلة حول بعض الجوانب اللي سيتم ترح ما نجمش نبدأ نتكلم غير ما نشكر حضور الوزراء أعضاء الحكومة معانا اليوم سي نعمال الفهري وسي كمال جندوبي نجموا نتسائلوا علاش دايرها الأعضاء هذو ما بركنات على الحكومة الموجودين يظهر لي هو لي أولا لأنهم متحسين برشا لمسألة هذه وهذا يتفهم لأنه سي كمال جندوبي وزير مكلف بحقوق الإنسان وحماية المعطية الشخصية هي من حقوق الإنسان الحديثة إذن هذا الدوسي هذا الملف من الملفات المتاعه وزيدا كيف كيف ووسي كمال دي ما دعم الهيئة في النشاط المتاحها وفي العمل المتاحها كما سي نعمال الفهري وزير المكلف بتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي لأنه معالجة المعطية الشخصية تم اليوم باستعمال تكنولوجيات المعلومات وهذا نشكرهم على الحضور زادا كيف كيف لازم نقول أنه سيد وزير العدل اعتذر لأنه عنده التزامات أخرى كان من الجمش يكون معنا اليوم دون كانت تسمحوا مدام فاردة العبيدي عضوة للهيئة لكن انتم تعرفوها نائبة لكن هي عضوة في مجلس الهيئة وعننا ثلاثة أعضاء أخرين لأنه مجموعة الأعضاء هو 15 في الهيئة وعننا ثلاثة أعضاء أخرين مشاكل تنقل وصيركولاشون متع نهارتين السباح عليكم حالفة اثنية بشي يجيوا في انتظارهم نجمو نبدأ التقديم سمحني واقع الحماية سميناها التقديم هدايا والتحديات القادمة لكن هكشفت وحطينا عنوان بالأحمر اللوطة اللي ينجم يبرز شنين المشاكل أو التشخيص للواقع متع حماية المواطنية الشخصية في تونس قلنا هيئة تتمتع بصالحيات هامة لكن عندها إمكانيات محدودة شنون مش نتعرضو ثلاثة نقاط سريعة أولا تقديم للهيئة تقديم للهيئة لأنه هذه أول مرة تصير ندوة صحفية دونك للعموم والرأي العام الهيئة هذه كيفاش توجد شنية صلاحياتها شنية إمكانياتها شو اللي قامت بها حتى التوى في نقطة ثانية بش نحاول نشوف التشخيص لوضع حماية المواطنية الشخصية وتكون فرصة بش نقدم لكم النقاط البارزة في سبر الأراء اللي قمنا بيه وما زال كحضر التوى ما صارتش تقديمه دونك هذي بش يكون فرصة لتقديم النتائج متاعه وبعد ذلك التحديات دونك سامحوني بش نكون سريع جدا في التقديم كان فمن بعد أسألة مرحبا بيكم حماية المواطنية الشخصية مكرسة في الدستور دستور 59 ودستور 2004 إذن هو حق دستوري وأصدرت تونس منذ 2004 قانون لحماية المواطنية الشخصية والهيئة موجودة من سنة 2008 أو آخر 2008 وبدأت تشتغل في 2009 ما تعمل الهيئة؟ كل معالجة للمعطيات الشخصية اللي متنجم تتم إلا ما الهيكل اللي يعالج في هالمعطيات هذية أولا أما يقوم بتصريح أو بطلب ترخيص دونك هذا اللي تقوم بيه أولا بعد ذلك تتلقى شكايات من المواطنين من الأشخاص تحدد قواعد والسلوكات في معالجة المعطيات الشخصية وهذا عبر القرارات اللي تاخذهم ولكن مش يكون في عينكم نحنا في المجلس هذية يوم 16 مايه أصدرنا أول قرار بعد سبعة سنين من العمل للهيئة تنفذ إلى المعطيات الشخصية دونك تمشي تشوف المعطيات الشخصية كيف قادة تعالج عند الهيكل تبدي الآراء حول المسائل اللي تهم حماية المعطيات الشخصية عندها وجوب إبلاغ وكيل الجمهورية بكل التجاوزات اللي تشوفهم وتسمع بهم وتقدم تقرير حول نشاطها هذا هو اللي تبلوء أو الجدول اللي يسمح بش نشوفه الهيئة شعملت حد اليوم ثلاثة جداول هامة شفتوهم المدة الأولى، المدة الثانية، والمدة الثالثة حسب أنواع القرارات اللي خذيتهم الهيئة واطلقاتهم، الملفات اللي طلقاتهم نشوفوا أنه في المدة الأولى درسة 380 ملف في المدة الثالثة، دونك 3 سنين اللي بعدهم درسة 343 ملف ومنذ جوان 2015 وقت اللي بدينا في التركيبة الجديدة للهيئة اللي مكتملت كان في ديسمبر 2015 لليوم عنا 981 ملف هذه هي التركيبة متع الهيئة بمجلسها وإدارتها نشوفوا أولا المجلس منفوق فيه ثلاثة أعضاء قارين منهم عضو قار القاضي العدلي اللي تم تكليفه بمهمة لدى ديوان سيد وزير العدل منذ بعض الأسابيع ولم يتم تعويضه إلى اليوم دونك مفهما عضو قار آخر كان القاضي الإداري ونحن دونك إذن القارين ثلاثة أشخاص الرئيس والقضاة هذو مثلين وهناك مجلس يجتمع لأخذ القرارات حول الملفات وكل ما يصدر عن الهيئة مكون من أثناش ممثل إما عن السلطة التشريعية والسيدة فريدة العبيدي تمثل السلطة التشريعية وفما قضاة خرين إذن فما من يمثل القضاء العدلي والإداري والسيدة ألفا جيراس اللي مزادك التحقق بينا تمثل المحكمة الإدارية وهناك ممثلين عن الوزارات هذا يكون أن التركيبة الجملية للمجلس هما 15 شخص بعد ذلك فما كتابة قارة هي اللي تتلقى الملفات هي اللي تدرسهم قبل أن تبسط على المجلس وهذا مكون من ثلاثة أشخاص اليوم اللي هما الكاتبة العامة ومعها زوز إداريين وهم المهمة متحمل أصلية جايين من وزارة العدل هما أعوان في المحاكم كانوا وهما اللي يقوموا بدراسة نقول لنا تطلقين 850 ملف 850 ملف تموا وتعداوا على الكتابة القارة وهناك إدارة فيها الأعوان الإداريين اللي هما قاعدين يسيروا ويمشيوا في المسائل الإدارية ونقدموا التنظيم الهيكلي هذا نحب أن تكون الناس في بالها وفي علمها أنه دون هالأشخاص هذوما فما أحد شيء آخر في الهيكلي ليس من بعد مزان فما أعوان تحتهم لا سأسولي 100 سا لذلك نخدموا بالإمكانيات هذه وهذه الإمكانيات منيش ممكن أن نتواصلوا بطريقة هذية في العمل على كل حال خاصة وأنه كان نمشيوا للإعلام وقت للناس واللي تعرف الملفات بش تكثر وتنشوفوا أنه العدد اللي بش متوقع ما يمكنش النظر فيه وأخذ القرارات فيه بالإمكانيات البشرية اللي كنت نتحدث عليها واقع الحماية في تونس نقطة ثانية غياب ثقافة لحماية المعطاية الشخصية بين الناس الأشخاص وبين المؤسسات والمسيرين في المؤسسات عملنا نحن كما قلت لكم سبر آراء باش نشوفوا شنية الوضعية هذه وفي سبر آراء هذا فيه أربعين سؤال تطرح على المستجوبين لكن ما نشف نعديهم الكل طبعا نبعثوهم لكم برميل سبر آراء الكلو لكن اخذينا بعض النقاط اللي بشتوري كيفاش الصبر الآراء هذيه ورى التونسة كيفية تفهم أو ما تفهمش حماية المعطاية الشخصية وصرتون نتائج عن معالجتها دون حماية كافية أول نقطة أول سؤال تسأل تعرفوش ما معناها معطاية شخصية أبقى محسوب خمسين في الميان من التونسة ما يعرفوش ما معنى حماية المعطاية الشخصية أو ما معناها مفهوم معطاية شخصية وقت اللي نسألهم للناس اللي يقولوا ايه نعرفو أعطينا فكرة شنوة هك تشوفو الحياة الشخصية معطاية شخصية دونك سنورمال خاطر دونما حاجات يقولهم وحدهم يعطيهمش أنشوا أفير خيار دونك ثلاثة في المية فقط الاسم اللي قبل هو أول معطا شخصي فما ثلاثة في المية برك يخموا أنه معطا شخصي هذا يوري أنه ما فماش لا معرفة ولا دراية بالمسائل هذية وقت اللي قولوا لهم فما حق في النفاذ للمعطاية متاعكم وقت اللي تعطيهم البنكة الإدارة المؤسسة مهما كانت دونك عندك الحق بشي تطلب تشوفها شيء قاعدين يعملوا بها وصحيحها ولا غالطة وتصلاحها ثلاثة وخمسين في المية متوانسة ما يعرفوش أن عندهم الحق هذائي دونك ميرسوش معقول وقت اللي قولوا لهم راهوا في بالكم من المعطاية متاعكم الشخصية قاعد تسرب للغير أبيان فما سبعة وربعين في المية يعرفوا أنها تسرب لكن يكملوا وباقي يعطيوا في المعطاية متاحهم وميطلبوا حد شيء لحماية هذه المعطاية هذه لكن وقت اللي يسألوهم وانت تتقلق كنت تسربوا معطاياتكم للغير ثمانين في المية يتقلقوا لكن ما فهم حتى تفاعل مع القلق هذائي معناها باقي يعطيوا في المعطاية متاحهم بكل مبالات دونك حاجة ما تتقلقهمش الارساليات القصيرة اللي هي معظلة اللي يوم في المجتمع متاعنا أنا بدي التليفون متاعين هار كامل معابي بلزاسن باس اللي جيوني مغير ما قلت للشخص اللي بشبع ثوم اللي أنا موافق أنه يبعث لي دزاسماس هم مستعملين في المادي للكل تجارية وحتى في المجتمع المدني يستعملوا برشا وحتى الحزاب السياسية يستعملوا في وقت الحمالات الانتخابية هالطريقة هذية يبقى التوانسة قابلين للارساليات القصيرة الغير مرغوب فيها بستين في الميات تقلقهمش يقول لك تجيني نفسه شيء المشكل اللي هو تعدي على حماية معطيته الشخصية تزعج فقط 37% من التوانسة كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة سألنا التوانسة هالكاميران يشوفها في كل بقعة كيف هاتفقوا بهم؟ أبيانة 32% يفقوا بهم صدفة هذ رأسه شايف كاميرا معلقة هو القواعد في تركيز الكاميرات هو الحصول على مصادقة الهيئة على ذلك الترخيص في ذلك وبعد ذلك إعلام العموم بوجودها إذن وقت لا بدأ داخل استلقى بلاك قدامه تقول لك راه هو المحل ذا في كاميرات سورفيا عصر وراه واخذاء الترخيص بالتاريخ الفلالي وراه عندك الحق بش تنفذ للمعطيات هذه في العنوان الفلالي هذا كله غير موجود 72% يشوفوها صدفة 97% متوانسة يعتبروا أنه وجودها مقبول وجودها مقبول و96% أنها لازمة رغم أنه فما 63% يعتبروا أنه ما هيشي كافية للحماية هي التسجيلات التي تصبح في الكاميرات المراقبة إشكالية كبيرة لأنها يجب حمايتها يجب عدم تسريبها يجب تكون محفوظة وفما قواعد في التسجيلات هذية 94% ما تقلقوه منها وكنشوفهم بعد نسألوهم السؤال وكنت نشر هالتسجيلات على الانترنت نشوفناهم في الكاميرات التسجيلات منشورة على اليوتيوب سارق جهاز رقق وخرجت على اليوتيوب تسأل التونسي قالوا كيف؟ ما هي المشكلة؟ 53% يقولوا مقبول النشر من التسجيلات وهو خطأ جزائي فيه عقاب جزائي وقلس أنهم سوال عام حسب كثم المعطيات الشخصية تعتبروها محمية أو غير محمية في تونس 55% يعتبرون أنها غير محمية 88% من تونسا ما يعرفوش أنه هناك هيئة موجودة إلى جانبهم لحماية حياتهم الخاص 44% من المستجوبين يعتبروا أن الهيئة يجب أن تكون مستقلة وهي اليوم ما هيش مستقلة بيسير 47% من المستجوبين يعتبروا أن الهيئة يجب أن تكون تابعة لوزارة إلى السلطة التنفيذية و3% إلى السلطة التشريعية والعدد الذي يجلب الانتباه هو أن 24% من تونسا ما يعتبروا أن الهيئة يجب أن تكون تابعة لوزارة الداخلية سألناهم على بطاقة التعريف البيومترية الجديدة هذه المشروع الجديد 20% فقط يعارضون المشروع الذي يوجد همس من الحياة الخاصة للأفراد ويجب أن يوضع القواعد المؤطرة لإستعمال بطاقة التعريف هذه هذه هم الأرقام اخترناهم لكن أنا أعطوا لكم صبر الأراء كامل لكي نجموا تستعملوا كنت تحب الهيئة التابعة وفاقدة الإمكانيات الهيئة ليست مستقلة من وقت إنشاءها في القانون المتاع 2004 كانت هيئة تابعة للسلطة التنفيذية من الهيئة لكن حال لازم واحد يعود يرجع للجو العام في 2004 كان منش ممكن أن يكون هناك هيئات مستقلة كما موجودة اليوم خطر اليوم نتحطوا عليها اليوم دسترناها الهيئات المستقلة في الدستور واليوم فما مشروع قانون بشي قطر الهيئات المستقلة لكن هذا ما كانش موجود وقتها رغم أن القانون يقول أنها عندها الشخصية المغنوية والاستقلال المالي لكن شي يقول النص القانوني يقول هي هيئة تحت إشراف الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والفصول الكل اللي تم تعيين أعضاء الميزانية متاحة ديما هي الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ما عندهاش إمكانيات بشرية وتحدثنا على ذلك وكتكلمتكم كل على الإشكالية متاع الأعضاء متاحة ومتاع الإمكانيات الشحيحة جدا في الإمكانيات البشرية لدارة متاعنا ما فيها أحد شيء أو بشو مريكم بشو مريكم شنوه اللي ماشية فيه وكيف تعمل الهيئة الهيئة اللي تعاملت حتى اليوم حسب الجدول اللي فرقناها عليكم نظرت فيه 700 ملف بمعدل 12 ملف في الشهر إذن الإمكانيات هذه كانت كافية لكن نحن اليوم من جوان 2015 إلى فيوري 2016 تحصلنا على 850 ملف اليوم أكثر من 900 ملف هذا ولا غير ممكن أن نقوم بذلك أو بمعالجة هذه الملفات بالثلاث أشخاص اللي دي جاء يقوموا بالعمل الأولي قبل أن تبسط هذه الملفات على موافقة مجلس الهيئة شي سير في القوانين المقارنة واللي نشوفوه في الخارج كنخذ المثال متاع بلجيكا اللي عندها نفس عدد السكان كتونس في بلجيكا الهيئة متاع المقراقبة تتقبل 7000 ملف سنويا 7000 ملف يعني بمعدل 850 ملف شهريا هذا كان نوليه في الوضعية هذه مستحيل لن تقوم بالمعالجة بالإمكانيات اللي عندنا ما عندنا نحن اليوم عندنا أعضاء قرين منهم واحد بارك موجود الثاني لم يعوض إلى حد اليوم عندنا المعالجة للمهالفات متاع الهيئة شخصين موجودين يجب على الأقل خمسة أشخاص بطريقة مؤقتة وبصفة مؤقتة حتى لازم تطور على خاطر عندنا لازمنا مختصين في القانون بشي نجموا يحلوا القرارات ويقوموا بالدراسات معنا حتى حد لازمنا أعوان مراقبة بشي يمشيوا يشوفوا في الواقع شو اللي قاعد يسير ويعملوا المحاضر بشي نجموا يبلغوا ذلك إلى وكيل الجمهورية معنا حتى حد تقوى الكاتبة العامة متاع الهيئة نعمل لها نصحلها في أوردر دميسيون بشي تخرج هي ترقب وقت يجينا شكاية شي حش مراقبة معنا حتى حدي نجم يقوم بصيانة ملوقع الواب وقال لها بشي تلها بالموقع التواصل أنا شخصيا نقوم بذلك الموقع الواب الحالي رئيس الهيئة هو اللي عمله وهو اللي قاعد يجب فيه معنا حتى حدي مختص في التوثيق صفر مختص في تكنولوجيا الاتصال صفر الحمد لله أنا عضو وجامعي موجود سي كمال الهناي الرزقي نتشاوره في المسائل التقنية اللي تهم تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعنا زادة كيف التقنية اللي موجودين في الهيئة اللي التابعة لوزارة تكنولوجيا المعلومات اللي نرجعوه الهديمة لكن معنا حد في المغرب فم أربع مهندسين مختصين في تكنولوجيا المعلومات في هيئة الرقابة اللي هي خلقت بعدنا نحن قدش من سنة أربع كاتر انجينيور انفورماتيك في هيئة الرقابة المغربية نحكيش على فرنسا ولا على بلجيك في المغرب وتفتقدوا الهيئة إلى الدعم السياسي إكسبسيون استثناء السادة الوزراء اللي حاضرينه هنا يقدمكم اليوم المجتمع المدني بداية تحرك اليوم وجووني بعض ممثلين على بعض جمعيات في المجتمع المدني وبشكو في علمكم مثال نجم مقولة هذه الجمعية بوصلة خذت القرار بشتعمل انليبرو بلان على حماية المعطيات الشخصية في تونس وبدأت تخدم فيه وإن شاء الله من هنا لسبتمبر يكون جاهز لكن هي تقوم به نحن نعطيهم المعطيات وهما مستقلين يقوموا بالعمل هذاء ونشكرهم لذلك الخروقات نتعدهم في سافيس على الخروقات لأنه شيء يحش الوضعية متى حماية المعطيات الشخصية في تونس هذا سيدي برمجية تستعمل فيها قرابة 40 كلينيك في تونس على الموقع متاحهم في باج ويب هذه هي كوبيد أكران هذه البرمجية تلزم الكليينيك التي استعمل فيها المساحة الخاصة أنها تأخذ البصمة مع كل إنسان يتحول عندها هين عم سي كاميل ها هيكا الامبران ديجيتال من الجموش يحلوا دوسير برمجيات كلما يأخذوا الامبران ديجيتال كلما يأخذوا الامبران ديجيتال كلما يأخذوا مرة مدير متى كلينيك قلت له قلت له يا خنتي فرع من الوزارة الداخلية شيء غير معقول شيء يعقب عليه القانون ونس تبكي وتعايت ويأخذوا فيها كمان المعطيات الصحة المعطيات الصحة قعد تأخذ فيها هيكل عمومية وهياكل خاصة بطريقة مغير حتى حماية لهذه المعطيات وتحول حتى إلى الخارج أنا علم أنه فيما بعض هيكل صحية تخذ معطيات حرفين المرضى في ديكلاود في الخارج في ديكلاود في الخارج ليس في تونس مسحتها من السيادة الوطنية نسمع بالكنام تحب تعمل كارت دو سنتي الكارت هذي بطاقة هذي لكلنا ندعي لها لأن هذاك هو الحل لكن وين هو الإطار القانوني للحماية الكارت هذي بش تسمح بتخزين معطيات على الشريحة بش تسمح بتبادل المعطيات الصحة على المصدرات على الوطنية وحضرنا الأحتياطات لازم أو لا ما يكون لديه الحق لبعث هذه المعطيات والتي يتقبلها ما هي التقنيات التي يخذها لحماية المعطيات ما هو حق النفاذ الشخص لهذه المعطيات هذا كله لا يفهم أي شيء يتبع الارسليات القصيرة هذا الزميل في الكلية أحيث لي السماس لي جاء وقدم شكاية رسمية قال لي أنا عمري مطلب بش يجيني السماسة ذايا منين تحصلوا على الهاتف متاعي نعرفوا أنه اللباس دونين متاع أرقام الهاتف تتباع وتشريع في تونس اللي هو معطى شخصي وأنه حتى حد من يمكن استعمال الرقم متاعه إلا بموافقته هذه عادة بطاقة الحرفاء ولا الكارت دو فيداليتيك ولا بال مصيبة زرقة سامحوني نقول هالكلم معناها نصحوا للتوانسة في ورقة نوافقوا على حاجات عمر المقرينهم وهي غلطة من التوانسة زادة هذا كيف كيف بعد ذلك كلما واحد يتعدل الكاسة نعرفوه شي شراء وفي التكيت كاس يخرج اسمه داير اللي هو خرق لحماية المعطيات الشخصية وبعد ذلك نعرفو أنه هالمعطيات هذية تخزن وتستعمل وتورد إلى الخارج ومراقبة البصرية ما نعودو نحكيه عليها زادة كيف نقصها إطار قانوني سورته مراقبة البصرية للطريق العام ها واشنو هالوصلنا وصلنا توا أنه في الخارج برلمانيين في بلجيكا في الوضعية هذية قاموا في وسط جلسة وقالوا مهوش معقول أنه المعطيات متع المواطنين في بلادهم تحول إلى تونس لأنه تونس غير حامية بما فيه الكفاية للمعطيات الشخصية هاي الوضعية اللي وصلنا له إذن في بقعة نشجعوا الاستثمار الخارجي بإرساء واحترام قواعد حماية المعطيات الشخصية بشنكونوا فضاء ثيقة نستجلبوا بها المستثمرين من الخارج قاعدين نقوموا بالعكس وننفرو في المستثمرين التحديات القادمة يجب إذن تعديل وإتمام قانون 2004 هالقانون هذية اصدر في وضعية خاصة هالقانون هذية غير مطابق للمعايير الدولية لمكرسة خاصة في المعاهدة متع المجلس أوروبا عدد 108 والدولة التونسية طلبت رسميا من مجلس الأوروبا أن تنظم إلى هذه المعاهدة وتكون بالطريقة هذه خامس دولة خارجة على الفضاء الأوروبي تنظم إلى المعاهدة بعد ليروغوي بعد لزيل موريس بعد السينيغال والمغرب تونس تنتظر على كل حال تقبلت استدعاء رسمي يوم 2 ديسمبر للانضمام لكن لازم مشروط هو الانضمام يجب أن يكون تنظيمها أو نظامها القانوني مطابق لهالمعايير هذوما وهذا اللي يكون إذن في الليامات القادمة وفي الأشهر القادمة النقأس شنوما في القانون؟ أولاً وقت تعمل القانون في 2004 أزاح الهياكل العمومية في أغلبها من إلزامية احترام حماية المعطية الشخصية إذن الوزارات البلاديات المؤسسات العمومية ذات سبغة الإدارية ما يتبقش عليهم القانون في 2004 وهذا إذن يجب تعديل القانون بشي نجم يدخله لأنه مهوش معقول إنشاء مسؤول على الحماية في كل الهياكل اللي تعالج المعطيات كما تولي عنا في النص عدد 22 في القانون الأساسي عدد 22 للنفاذ المعلومة فما إذن مسؤول على الحماية في الهياكل إصدار المعايير القياسية لحماية المعطيات الشخصية تأثير المشاريع الجديدة اللي كنت نحكي لكم عليها منها البطاق التعريف البيومترية منها المعرف الوحيد الوطني ما الكل لازم يكون عندهم إطار قانوني إرساء إمكانية النفاذ الغير مباشر للمعطيات الشخصية وقت لتبدأ فما معطيات مخزنة عند مثلا وزارة الداخلية لأنها في ملف يهم الأمن العام المواطن لا يطلب النفاذ ليه لكن ينجم يطلب من الهيئة هي تمشي تنفذه وترى هل هو محترم أو لا لمقتضية القانون إرساء قواعد التعامل عبر تكنولوجيات اللقيدة وتسليط العقوبات للمخالفين من طرف الهيئة بصفتها سلطة قضائية من درجة أولى كما معموم به في كل الدول هذه خارطة في العالم توريكم ما هي الدول اللي حامية اليوم للمعطيات الشخصية هي من أواخر 2014 عليكوا لحال تشوفوا اللي باللزرق الكل هما دول حامية منهم تونس معتبرة أنا عندها عليكوا لحال قانون وإطار قانوني لذلك لكن تبدلت شوية لوضع تركيا مثلا القانون متاحث در الشهر السابق إذا حقها باللزرق مش باللح نحن اليوم في تونس هاي الوضعية متاعنا وإذا تمشيوا على مواقع الويب مثل هايئات في الخارج تلقى تونس مصنفة كم دولة نيفو ناناديكوا دو протيكشون دوني وانتر بارانتاز هذا هو المخجل أكثر من كل شيء بايي ديسبوزان توتفو دو نوتوريتي دو كنتخول يعني أننا نحن ما عاناش حماية كافية ومخلطناش المعايير الدولية ونحن ما عاناش فضاء ثيقة رغم أنه هوناليك هايئة في تونس ثانيا برامج التوعية والتثقيف يظر لي هذا حسب بعد حسب نشوفنا النتائج بتاع سبر الأراءة هذه عملية لازم نقوم بها لكن نحن نقوم بها واحدا نحن نقوم بها لكن مع المجتمع المدني مع الوزارات ووزارة التربية مثلا يجب إدراج مسألة حماية حقوق المعطاية الشخصية في برامج التدريس وزارة حقوق الإنسان بيانسور مانيش نفسر هو حق من حقوق الإنسان إذن هذه زادة كيف يجب أن نختم مع بعضنا لإرساء هذه الثقافة وزارة تكنولوجيا المعلومات أيضا والمجتمع المدني مفيش حتى كلام على كل حال نحن في الأيامات القادمة تطبيقا للقانون اللي عنا والفصل 77 يلزم الهيئة كل مرة في انفم التجاوز أو عدم احترام لقواعد الحماية أن تبلغ ذلك إلى السيد وكيل الجمهورية وفي الاجتماع المجلس في 13 مايو اخذينا القرار أن ثمانية مؤسسات سيتم بعث أو إرسال الإعلام سيد وكيل الجمهورية حول تعاملهم مع ذلك لأننا مش نقول فما حاجة علي كل حال لازم نقوله لا نذكر أسماء متاحهم لأنه وذا كان بعد سيد وكيل الجمهورية نجم يقول ما الذي يصل له دوسيات لكننا ما بين الدوسيات كان فما هيكل سامحوني في الكلمة عذبنا منذ التوى ستة شهر لأنه لم يحبوش يحترموا بالكل قانون 2004 وكانوا من بين الثمانية لكن اليوم الصباح اتصلت الهيئة بالملفات متاحهم الكل وعطوهم للهيئة مطالب ترخيصات سترة نتحدث عن الكنامة الكنام رفضت وابعثنا جوابات وكلمنا السيد وزير الشؤون الاجتماعية ومشينا قابلناه وكلمهم وعملنا كل شيء بشأن النجم يقوموا بطلب الترخيص لأنهم يعالجوا في معطيات حساسة جدا متع التوانسة وهي دوس يدتهم متع الصحة رفضوا رفض مبدئ وصلنا معهم حتى قلناهم مراهوا فيها عام حبس يا سيدي اليوم الصباح صبوا الدوسيات متاح لذلك لا نعلم لكن دونهم هما ما نقول لا تستطيع لا تريد الإجراءات 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 لذلك 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 المشتبه بهم أم لا أيضا حماية المعطيات الشخصية أيضا في التعاطي كما قلت الأعلامي لا تريد الإجراءات كيف يخص الإعلامي لأنه في القوانين المقارنة لكل فيما باب مخصص لحماية المعطيات الشخصية والإعلام إذن بشيكون فيما قواعد تنظم هذه المسألة ما فيش حتى كلها لكن اليوم هو القانون العادي هو لنظم المسألة هذه ما فيش حتى ما فيما حتى شك فيه كل حال ما دوبك أول صحفية تقوم بالسؤال إذن اليوم الصباح لازمنا نترحمه على روح نجيب الحمروني اللي فقدناها البارح الله يرحمها ويصبر أهله إذن بعد ترحيبي بالضيوف الكرام يعني سيد رئيس الهيئة معناتها كان معناتها دخل وشافي ووظافي في مختلف يعني جوانب اللي هي خليتنا نعقده معنا ندو الصحفية هذه لكن أنا نحب فقط نحسس يعني السادة معنا الصحفيين ورأي العام يعني اليوم بحاجة معينة اللي هي في حقيقة الأمر هي اللي دعاتنا بش نعقدوها ندو الصحفية هذه نحن أعضاء الهيئة معناتها وسيد رئيس الهيئة يعني من اللي تعيننا ونحن قاعدين نحاول ونبدلوا مجهوداتنا كما قال سيد الرئيس يعني هناك العديد كم هائل يعني من المطالب التي تعرض على أنظار الهيئة يعني قاعدة تتعرف شيئا فشيئا ونحن وصلنا إلى درجة في إطار معنا معالجة الملفات هذه إلى أنه بقدر ما نحن حارسين على أنه نقوم بوجيباتنا لكن بقدر من ناحية أخرى اللي نحن وصلنا إلى مرحلة متاع عجز عجز فعلي حمد الله هي مع أنت التركيبة متاع مجلس الهيئة متنوعة وفيها أهم الخبرات يعني من مختلف المجالات اللي في مجال حماية معطاية الشخصية لكن نحن من موقع المسؤولية متاعنا ولينا نحسه بالعجزة لأنه طوا نحن كذا تحب يعني أعضاء متاع هيئة سواء الأعضاء القارين ولا غير القارين بش يخدموا خدمتهم كما ينبغي ومعن ناشى الإمكانيات البشرية ولا المالية الكافية الضرورية لذلك باعتبار أنه يعني العمل سيداتكم تعرفوا يعني سير العمل متاع الهيئات هذه المستقلة والهيئة الرقابة والهيئة المستقلة يلزمها هي مبنية على قواعد فما وصول معروفها في الممارسات الدولية تقتضي أنه فما المجلس اللي هو مجلس تداوي اللي يخذ القرارات لكن فما خدمة سابقة يقع القيام بها من طرف يعني يعني معانتها أعوان يعني يبدأوا هذوما سوكي أنسرويز لدوسي معانتها اللي يقوموا بأعمال التحقيق والتحذير للقرار ويكونوا معانتها ناس مختصين في مختلف المجالات سواء مهندسين أو رجال قانون بالأساس هم يقوموا بالعملية هذه الكل هذي من حيث التحقيق والتحذير للقرار ولا حتى من حيث المعاينات والمراقبة نحن كما كان يقول سيد الرئيس معانيش بتاتا يعني هالكور هذي اللي دو كور هذوما مش موجودين بتاتا إذن كذا معانتها نحن تحطينا في وضعية حارجة باعتبار أن نكمل هاي المتاع الملفات في حين أنه معانتنا نلقا وروحنا نتقابله مرة في يعني في شهر ولا هكاك حسب القانون نلقا وروحنا معانتها معانا كم هيل من الملفات ما فماش حتى أعمال تحذيرية وخيانا يعني العضايا القاريين قاعد يقوموا بمجهود كبير يعني في التحذير يعني للتداول بشأن هذه الملفات لكن قينا وروحنا معانتا بش نحاول نحكي على بعض المسائل اللي تعرضت مثلا مش في الملف في حال ذاته أنا نذكر من الاجتماعات اللي حكينا فيهم في الملفات كان فيما ضرورة للقيام بمعاينة يعني نذكر بالكذا كيفية وجدت السيد الرئيس قتله قتله يزمنا معاينة صحيح كما قال السيد الرئيس يعني المعاينات قاعدين نقوموا بها يعني سواء سيدة الكاتبة العامة ولا معانتا اللي كادر اللي معانا إلى حد الآن لكن هذي قلنا رأوا من الناحية من ناحية القانونية من المعاينة تكون صحيحة يا ما تكون عن طريق أعوان محلفين ولا نهايتها حتى ما يكونوش من الهيئة يكونوا مع عدول المنفذين إذن شو الجواب أنا معانيش إمكانيات اللي لازمة حتى بش بصيفة دورية في إجراء المعاينات مش نلتجوا العدول للتنفيذ أسكوا معانتا هيئة يعني بخطورة المهام متاحها اللي كانت تحذف عليها مسيد الرئيس يعني نجل ما تقوم بالأعمال هذي بدون حتى معانتا أعواني معانتا قارين ويعاين ومختصين في المجالات هذي إذن بششوفوا يعني عمق كآخر زادا نذكر وأنا كيفية زادا خلاني معانتا نقول أبريتو عليش موجود أنا طيو إذا أنا معانتا ما عنديش الإمكانيات البشرية والمالية إذن وبعد جيت حاسبني بعد قوليش بيك مرقبش بالجداء إلى آخر هي نذكر كيف كيف جانا ملف آخر معانتا أحد الوزارات معانتا على أساس فما شبهة في بعض الجرائم المتعلقة بحماية معانتا الشخصية نظري ما عنديش إمكانيات بشنو اللي معانتا عبارة بشنو اللي كوروات ترانسميشون بشنحيلوا الملف للسيد وكيل الجمهورية فقط ألوركي هو الأصول العمل يعني بالنسبة لهيئة الرقابة على حماية معطاية الشخصية تقتضي أنه نقوموا بأعمال تحقيق وفي نهاية المطاف نعطيه معانتا رأينا الفني في الموضوع ونحيله وما نحيلوش إذن أنا لو حبيت أن أكد لكم أنه رأوا قيامنا وتنظيمنا لهذه الندوة الصحفية رأوا جاء عبارة عن صيحة فزع معانتا خاطر نحن حاسين رواحنا كيما قال السيد الرئيس يعني المهمة متاعنا عظيمة والمشمولات والصالحيات يعني واسعة جدا حسب القانون لكن على مستوى العملي معانيش الإمكانيات اللي لازمة ومبعد بش ما قدوش تحاسبونا على جاء معانيش إمكانيات إذن ذك عليش نحنا قلنا حبيت أن نأكد على النقطة هذية بش نبيني لكم إحساس تأحد الأعضاء ومتأكد أن الأعضاء الكل وبيم فيها سيد الرئيس معانتا كل حسين بنفس الإحساس هذيه اللي خلينا طل ما عادش فيها هذيه كما نقوله نحنا بش نعمل وندوة صحفية ونعلم الرأي العام بالوضعية متاع الهيئة وشكر أحنا كي نرجع للفصل 24 من الدستور بويس كانا ما نجبش نحكيش على الجانب القانوني قانونجية يزمني نحكي ديما على الجانب القانوني إذا كان أحنا نزلنا المعطيات الشخصية المرتبة الدستورية ونحكيه على الفصل 24 من الدستور وأن الدولة تحمي المعطيات الشخصية وأنها حامية للمعطيات الشخصية أين دور الدولة؟ نحن نحب إرادة سياسية فاعلة لتدعيم الهيئة هذي اللي هي مفتقرة للموارد البشرية واللوجستية والمادية نحن راه ما نحبوش هيئات كارتونية ما يكفيش إنه أن نزلوا في الدستور العديد من الهيئات على خطرنا باش نضهيوا الدول المتقدمة إذا كان احنا نعملوا هيئات ونخليوها سامحوني في الكلمة كوكيفيد معناها نعملوا هيئات ما نمكنوا هاش من الإمكانيات باش تخدم والهيئة كان ننظروا للتركيبة متاحة تتركب من محامين من قضاءات من نواب من خيرة معانا إذا كان الناس ذوما معناها أحنا بصفة غير قارة ما نمكنهمش بالإمكانيات باش ينجموا يخدموا كيفاش نحبوا الهيئة هذي تكون فعلة وتقوم بدورها على الوجه الأكمل بحاجة أخرى أنا نحب نعمل عليكم لخاطر أنا نعتبر أنه الإعلام عنده دور كبير وكبير جدا في التعريف بمثل هذه الهيئات والدور اللي تقوم بيه احنا نعملوا عليكم باش تعاونوا الهيئة خاصة هيئة الحماية المعطيات الشخصية والهيئات الأخرى اللي قيام بدورها والتحسيس على قلة الإمكانيات اللي عند الهيئة وذاك اللي دعانا باش نعملوا الندوة الصحفية هذه ونوصلوا صوتنا ونعرفوا الهيئة الدور اللي تقوم بيه خاطر العديد زادة ميناء المؤسسات ما تعرش شنوه يلزمها تعمل كي تقول لها أنت يرزمك ترخيص ولا إش معناها معالجة معطيات شخصية معناها هي معانتها حتى أدنى معرفة بالقانون متاع اللي هو من ألفين واربعة ولي احنا تو ندعيه باش إن شاء الله باش ندخلوا عليه العديد من التنقيحات على خاطر القانون هذا فيه العديد من الهيئة اللي يلزمنا ننظروا فيهم ولي يلزمنا إن شاء الله أن نطوروهم وشكرا عند ثلاثة أسأل السؤال الأول هو ما هي يعني المعطيات الشخصية الخطيرة اللي ممكن تأثر على على الشخص السؤال الثاني إلى أي مدى يمكن استخدام المعطيات الشخصية في الإضرار بالشخص مش ممكن يعني فين توصل مساءل استخدام المعطية الشخصية إلى أي مدى ممكن يعني توصل في إضرار بالمعنى بالأمر ثلاثة سؤال الثالث هو هل بالإمكان أنه هذه ممكن ربما يتعلق الأمر يعني بالقضاء يعني شخص وكان يعني عن طريق إشاعة إشاعات مغرضة ضد يعني شخص بالاسم واللقب أو متهم مثل ما يعني سألت الزميلة ذكر يعني اسمه بالكامل ولم يدينه القضاء في هذه الحالة شنو يترتب عليه شكرا بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلى كل سيد الحضور أنا لا يمكن في الحقيقة أن أتكلم عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وأنا كنت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطنية التاسيسي والفصل 24 الذي يعالج المعطيات الشخصية كان فصلا هاما وجوهريا ولم يلقى أي تجاذبات تيلة مرحلة سياغة يعني الدستور ولذلك نعتبر أنه من الأهمية بمكان أن يكون الفصل 24 متعلق بحماية المعطيات الشخصية وأن تكون الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي مدار أو هي الإطار الذي يعالج المعطيات الشخصية أنا في الحقيقة لا أخفي أني تفاجأت كثيرا لما التحقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كعض فيها غير قار وممثلة لمجلس نواب الشعب تفاجأت بالإمكانيات أو بغياب نقول غياب الإمكانيات المادية والبشرية الموضوع على ذمة هذه الهيئة رغم الصلاحيات التي منحها القانون عدد 63-2004 لهذه الهيئة والأخطر من ذلك هو طبيعة هذه الصلاحيات والتي لها علاقة مباشرة بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية ونحن نتحدث عن قيمة الحقوق والحريات ولعل أهم شيء فيها هو ما يتعلق بالحياة الخاصة والمعطيات الخاصة لأي مواطن فينا من التونسيين ولذلك قلت أنه لا يمكن أن نحمي أو نتحدث عن ضمانات معالجة المعطيات الشخصية دون أن يتوفر الموارد البشرية وأيضاً لطار القانوني وسيد الرئيس تحدث عن ضرورة تنقيح القانون عدد 63 ليصبح متلائماً ومنسجماً مع الدستور وفي فصله 24 وأيضاً يصبح منسجم مع انضمام تونس وموافقة انضمام تونس لمجلس للمعاهدة 108 لمجلس أوروبا وأنا أؤكد على ضرورة أن الهيئة يمكن أن يكون لها مشروع تعديل في هذا القانون ولكن وزارة العدل هي المطالبة بتقديمه إلى مجلس نواب الشعب في أسرع وقت حتى يصبح الإطار القانوني والتشريعي منسجم كما قلت مع الاتفاقية الدولية وأيضاً مع الفصل 24 ومع الدستور ككل النقص المادي والبشري لا يسمح بأن تقوم الهيئة الوطنية وأنا هنا أتمسك بما قالته زميلتي ألفا لا يمكن أن ننشئ ونبعث مؤسسات وهيئات ولكن في حقيقة الأمر لا نوفر لها الأمكانيات المادية والبشرية لتقوم بدوري على أحسن ما يمرعب فيما يتعلق بالأسلة التي قدمها السيد صحفي الآن ما هي المعطيات الشخصية الخطيرة هو تبويب الحقيقة الخطيرة من عدمها أنا أعتبر أن كل المعطيات الشخصية هي معطيات الأصل فيها أن لا يقع المس فيها دون إذن مسبق من صاحبها وخاصة ما يتعلق بمسائل لا يريد الشخص أن يكشف عنها والفلسفة الأساسية للقانون عدد 63 وطلب الإذن أو الترخيص المسبق لمعالجة المعطيات الشخصية الغاية الأساسية هو أن لا يقع استثمار واستعمال ومعالجة أي معطى شخصي دون الترخيص من هذا الشخص ويعتبر معطى شخصي هو كل ما يكشف ويؤدي إلى الكشف عن صاحب أو هوية هذا الشخص ولذلك أنا لا أفرق إذا كان المبدأ هو حرمة وحماية المعطيات الشخصية قد يكون معناها الجوانب ممكن الشخصية الخاصة يكون عندها تأثير على حياة الشخص خاصة إذا كان ترويجها والسمح بها ومعالجتها دون إذن ولكن هل تقسيم الدرجة هذه الأصل في المعطيات الشخصية أنا نقول ما يمكنش كل معطى هو معطى خاص وحساس بالنسبة للمواطن ولا يمكن معالجته والتصرف فيه دون إطار أو إجراءات مسبقة المسألة الثانية وحنا نعرف وروا الإشاعة والإدعاء بالباطل هذا القانون العام موجود فيه معناها موجود والتشويه وتوصل حتى القذف لأنه إدعاء بما لا يمكن أن يكون سبب معناها صحيح هذا يمثل حتى شراء بحق عام ولكن نشوف أن القانون عدد 2004 رتب إجراءات وأيضا نقول أنه ثقافة غياب ثقافة الوعي بالمعطيات الشخصية والتصرف فيها ومعالجتها هي تبقى مفقودة حتى لدى المواطنين أنفسهم لأنه إذا كان نمشيون للمؤسسات العمومية وكان منذ قليل لرئيس الهيئة يذكر أنه هناك العديد معطيات الشخصية التي يقع تقديمها ولكن ليس بوعي المواطن يقدمها على أنها من الضروري أن يقدمها ولكن في حقيقة الأمر الذين يطالبون أو الجهات التي تطالب بهذه المواطيات الأصل أن تتحصل على ترخيص أو يقع إعلام الشخص المواطن المعني بالأمر بضرورة أنه ممكن يقع توظيف والتصريح بهذه المواطيات ومعالجتها من ترف الجهات التي تأخذ هذه المواطيات ولذلك نحن نحتاج إلى وقت وإلى ضرورة نشر وعي بعدم التصرف في هذه المواطيات الشخصية دون إجراءات ودون إطار قانوني المواطن وشكرا تكون العدد متع لوحة منجيمية متع كرهبة تكون بصمة تكون صورة هذه الكل هم معطيات شخصية لكن لدينا فصل خاص في وسط القانون ما غير ما يستعمل الكلمة هي بيدها لكن يقول فما معطيات نسميهم نحن حساسة في القانون المقارن نسميهم للدونية سنسيبي ما هي المعطيات الحساسة هم معطيات خطيرة جدا على الحياة الخاصة متع الفرد وخاص تحصلهم القانون فصل 14 تقول فصل 14 حتى في التحرير تمنعوا معالجة فصل 14 عنده الريدكشون واضحة توري أهمية وخطورة المثلة هذه تحجر معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقبية أو بالصح تقول ملكة تحجر معاش تنجم ونعجوه ماذا ملكة سبيطار ولكلينيكي ولا لابوراتوار متع تحليل كيف يعمل مو بش حط المعطيات التحسع نحن المشرع قال تحجر بش يوري الخطورة متاحها هذه لكن يقول في الفقرة الثانية ومن بعد يرجع غير أنه يمكن معالجة المعطيات الشخصية من النوع المذكور بي ما هو ما هو تصريح فقط من طرف الهيكل لكن مصادقة على طلب ترخيص يعني أنا مثلا سبيطار لكي نفعل دوني متاع المرضى لازم لو في ميديكال يعملون ملف الطبي الطبي الإلكتروني اليوم يتعمل مشروع تخدم عليه وزارة الصحة دوبيتا وثلاثة سنين وثلاثة سنين وثلاثة سنين وثلاثة سنين هذا من نجم يتركز إلا ما يأتي وليس يعلم الهيئة يطلب ترخيص من الهيئة والهيئة ترى هل موافقة صريحة متعال الشخص موجودة ولا شكون من الأشخاص المخول لهم يطلعوا على هذه المعطيات قد وقت تتخزن فين تتخزن شما التكنولوجيات المحطوطة تكون مؤمنة نحاولوها نحاولوها لشكون وكيفيش وبأي طريقة وبعد قديش وقت لازمنا نعدموها لأن المعطيات الشخصية بصفة عامة لا يمكن أن تبقى عند الهيئة التي تعالج هذه المعطيات إلى ما لا نهاية فما غاية هي أنت تعالج فيها ليش وقت لتوصل للغاية هذه المعطيات لازمها تتنحق تتفسق هذا هو لذول السؤال اللي حابت تقوله أنت هل تستوي شخصية العامة مع المواطنة العزي وموضوع فيه فاش تستوي تستوي شخصية شخصية العامة يفي نفس مكان مثل المواطن الشخصية العامة قد دينهم بسبعة جوانك تنجب تنصر معطيات الشخصية العامة من الشخصية العامة فهمتك معتها تحكي على تحكي على يحكي على معنوية شركة ولا مؤسسة ولا هيكل عامة شخص عامة عندهم هو الرقعة متاع المواطنة الخاصة متاعه تصغير شوية لكن يقعد وقت ليروح الدار وفي أموره الخاصة باقي عنده حياته الخاصة تحمى أما الباقي هو يعطي المواطنة اللي يحب عليهم على حياته العمومية ولا العامة إذن موش نحيوله حتى حماية ما عنده البيانة ونزير ونزير الرجرة مستبحين بين مواطنة تصوروه في جرداء شكو وخذت عودين حتى الأشخاص العموميين وقت يوصلوا وصوروهم بديزابري وهما في حياتهم الخاصة مثلا تصاروا صور متاع ممثلين وهم على بيسين متاع الدار متاحهم هذا ممثلين هذو ما قاموا بقضايا قدام محاكم وخذوا الحقوق متاحهم والتعويضات وقالنا نسكر على روح ونقول هذه حياتي الخاصة حتى كان أنا شخص عام رئيس هيئة وطنية ويقولوا كيف تضع رقم الهاتف في جوال متاع لأن في المهام متاعي لي معتخص لي أنا لي معتخص لكن لك أنت معتخص مثلا أنت التاجر يقول اكتب لي الرقم الهاتف في جوال متاعك ورشاك لماذا منعتيوه لي معتخص خاص هذا منعتيوه لي لي معقول والقانون حتى الزام عندك تكتبه ورشاك الحاجة الوحيدة التي مطالب بها التاجر دائما نستعمل هذا لأن في المهام حييرني برشا لأن في القانون مملزوم التاجر إلا يطلب منك بطاقة هوية فقط يطلب منك لك لديه حق بشيك يكتبو راه وبشيك حتى معطى آخر الخارج هذا يقولنا غير معقول هذا يمس حتى من السيادة الوطنية هذا في عقاب في عقاب نعم كيفية تصدر الخارج فما شركات عند المعطيات الحرفة متاحها مثلا الاشكالية متاحها فين تخزنها حتى لم يتخزن عنده لأن هذا عنده كلفة كبيرة وليس تضع إمكانيات كبيرة برشا لكي تنجم تخزنها بأمان هذه المعطيات هذه لذلك ما يحدث اليوم في محل معجزة تكنولوجية هو أنك أنت اليوم تخدم وتخزن في المعطيات التي عندك حرفاكة وما كان الأشخاص لكن تنجم تخزنها أفكاد 100 كم لا تفهم حتى إشكالية توفم مؤسسات على المستوى الدولي تضمن لكل شيء وبأسوام مؤسسات تعمل في تونس لا تجم تعطيهم لك مؤسسة تجارية تربح لذلك تجم ترى ما أحسن الوضعية التي ترجع لها بالفايدة في تخزين المعطيات تجد أفر من المعطيات 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 تخزن في الخارج لكن لا تعرف لها كيف تخزن في الدولة لكيف تخزن لكن التخزين يساوي 10 مرات أقل من أن تأخذ مؤسسة في تونس لكي تخزن المعطيات في تونس ولكن أنت تقوم بالعملية بنفسك هذا الإشكال لكن سين عمان غادرنا هو أصدر شهر ونصف شهرين وطلب رأي يصدر منشور وزارة التكنولوجيا يقول أنه تحجر تخزين المعطيات الهيئة للعمومية في الخارج لأنه وفقنا أنه فهم وضعيات قاعدة تصير لهم هذا على كل حال ديما هو دخل في التثقيف بصفة عامة للرأي العام حول المسألة هذه كل الأسألة هذه لزميلنا من نجم شيتمالك دليل على كونه فما جهل بهذا الموضوع فما جهل معناها جهل مشكل ما خايب جهل لأنه لمدة نقول أنا خمسين سنة من الاستقلال هذا الموضوع لم ولو أنه فما قانون في 2004 إلى آخرين وأهمية هذا الموضوع هو أنه هذه المعطيات تم توظيفها واستعمالها لمعارضة وللتصدي للمعارضة سياسية وللمعارضة الحقوقية نحن مناش معارضين كنا حقوقيين ولكن كانت هذه المعطيات توظف وكانت تنتهك يعني للحرمة الجسدية والحرمة المعنوية والمسكن وإلى آخره الحمد لله وفما في الدستور فما ما يحمي ذلك ولكن ما بين تضمنه الدستور من مبادئ وتنزيله للواقع في القوانين هذا ما نحن بصدد الاستماع عليه من صيحات فزاع يعني ما ردها هل هل كم الضئيل من التنبه إلى ما يستلزمه يعني قيام هذه الهيئة وهي ما يستلزمه في الواقع يعني ذكرني بالكلام متاع مناظلين هذو ما مناظلين يعطيكم الصحة جيتوا في وضع معناها فيه فراغ على كل مستويات ومتوما صابرين لله أنا شا نقول نقول أنه مش معركتكم كيف ما الصيحة متاع سي شوقي طبيب ما هيش معركتكم وحدكم وهوني كلمة واحدة كلمة هي المساندة متاع بقية مكونات المجتمع المدني كيف نقوم في باتصالات معناتها رأس رأس وأنا هوني تسجل الحقيقة عندي كونسي ناسيونال نهار السبت جيت باش نضمن فقرة في البلاغ النهائي باش يكون ونقول هوني رابطة يعني رابطة هي أول شهد لأنها هي أول من أرسى يعني مؤسسة وتقاليد الدفاع على حقوق الإنسان هذا الحق الإنساني للعديد العديد العديد مش المعارضة السياسية برك إنها رئيجية للأعمال وهذا فطرنا به بعد معناها كل هالمعطيات هذه اللي يقع توظيفها لإخضاع لكسر كل صوت حر وهوني بكل أطياف يعني المعارضة اللي عارفوها الأنظمة اللي تعدى ولا تنسي بداية من بورقيبا ونهاء وانتهاء بن علي هذي مش معركة متاعكم برك صبرا شوية صبر باش نرموا صفوفنا وبيش يكون أحنا زادة لأنه خرجنا من هاي الرابطة متاع حقوق الإنسان خرجت من عهد ديكتاتورية على ركيبها براتيك ما لأنها كانت ويكفيها فخر بأنها لا رايزي ستي باش متسلمش المفتاح لآخر لخظة لحظة رغم ما بذله بن علي باش يكسرهم واحد واحد قعدت واقفة وسلمت الناس منتخبين وناس شور أفاء هذي كيفاش نولي أحنا هذي نوفروا إمكانيات كما تحكيوا رأوا الإمكانيات رانا في حالة من العجز حتى البشرية رغم اللي احنا خمسة وعشرين في الهيئة المديرة ولكن كيف الإلمام وكيف معاضدة هذا المجهود تقوموا به الهيئة المديرة ونبثوا هذا في الفروع حتى نهزوا معاكم لحمل اللي امتوا ما فيه وشكرا على كل ما تبذلونه يعني كل حال التعاون مع كل مؤسسة المجتمع المدني يظهر لي لما ناصى منها هذي عمل لازمنا نقوموا به مع بعضنا باش نحاولوا نركزوا أولا ثقافة الحماية المعطية الشخصية بين التوانسة ونحسوهم على خطورة المسألة هذية وعلى واجب تحركهم باش هوم يطالبوا لأنه هكشفتوا حتى سلوغان اللي حاطينه نحن راهوا مع بعضنا لازمنا نقوموا بالعمل هذي الهيئة ما متنجمش تكون وحدها تدافع عن هالحق الإنساني هذية الجديد اللي التطور والتي عنده أهمية كبرى داير على المستوى الدولي والمقارن سرتو بتطور تكنولوجيات المعلومات اللي هي أعطات إمكانيات كبيرة برشا في الميدان هذية إذن أنا منيش ضد استعمال واللجوء إلى تكنولوجيات المعلومات أنا مني ضد الكلاود أنا مني ضد شخصيا نحكي راه المراقبة البصرية أو البطاق التعريف البيومترية أو المعرف الوحيد لكن ديما نقول راهوا عنا فصل 49 في الدستور هابس نبدل من الـ 24 لأنه الـ 24 ما يتكاملوا بينسير لأنه الفصل 49 هو من أعز الفصول أنا نقول التوانسة حقهم في المكتب طيو يعلموهم يحفظوه الفصل 49 الفصل 49 راهوا حزام أمان للتوانسة الفصل 49 هو اللي يسمح بشي حدد طريقة تحديد الحقوق والحريات كيفاش المشرع ونحن اليوم هو عندي بجنبي ممثلة عن السلطة التشريعية كيفاش المشرع وقت ليصدر قوانين ينجمي حد من الحقوق والحريات دون إفراغ الحق من جوهره كيفاش الحدود هذه لازم تكون متناسبة كيفاش الحقوق هذه الحدود هذه سامحوني لازم تكون ضرورية هذا لازمنا نعرفوه ونفسروه وكل الهياكل متع الدولة لازم تعمل مع بعضها في الإطار هذي ما زال فما سؤال أخرى؟ كهو؟ وي تفضل ما زال سؤالك أنت؟ بالله نحب نعاود نشكر راهوا خطر الأعضاء متع الهيئة ومقاعدينها ما فما مقابلين الأعضاء متع الخفال متع الإدارة متع الهيئة مدام نسيمة عبدالعالي هي الكتبة العامة ونويل فريوي هي اللي جيوها الدوسيات الكل وهي اللي تكلم الهيئة الكل وهي اللي تدرس الملفات باش نعطيها من بعد للمجلس باش يوافق عليهم القرارات وهي اللي مبعد تقعد تتخابط هي والهيئة الكل اللي تقدم الدوسيات هذوما ومبعد تحرر القرار باش النجمو انصحوا عليه ويصدر على الهيئة دونك بركة الله فيكم وراجايا كيف كيف راجايا في الإدارة زدا كيف كيف لكن كل ما حتى الكونفرانس دو بريسة دية كلها على رأسها هي هي اللي قابل بكل شيء دونك نحب نشكرهم على نان ترجمة نانسي قنقر